السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكوا يا اصحابي كل سنة وانتوا طيبين موعد الدراسة للعام الدراسي الجديد لسنة 2019-2020 بالمدارس والجامعات يوم 11 سبتمبر ان شاء الله سيكون موعد بدء الدراسة بمرحلة الرودة اللي هي KG1 و KG2 والصفين الاول والثاني الابتدائي وبالنسبة لموعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد على مستوى التعليم الجامعي وقبل الجامعي هيكون ان شاء الله يوم 21 سبتمبر 2019 كل سنة وانتم طيبين مرة تانية وانا حابب بس انبه ان كل قوائم التشغيل الخاصة بشرح الترمي الاول والترمي التاني لكل المراحل KG1 و KG2 واولى ابتدائي وتانية ابتدائي هيكون موجود قريب جدا ان شاء الله موجودين في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو لو حابين ترجعوا لها في اي وقت هتلاقوها موجودة بشكل منظم ويسهل عليكم الوصول لاي درس ان شاء الله وبالنسبة للمنهج الجديد الخاص بالصف التاني الابتدائي والصفوف اللي بعد كده ان شاء الله اول ما المناهج تنزل هيتم شرحها بشكل منظم وسهل ان شاء الله زي ما احنا متعودين كلنا مع بعض انتظرونا ان شاء الله في كل جديد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان وانا سايب لكم اللينكس او الرابط بتاعتها في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته